الملك المعظم السلام العربية إلى جانب ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية ومواصلة الدعم الإنساني والتنموي للشعب اليمني إِنَّ منطقة الشرق الأوسط ذات المكان الاستراتيجي الدولي المهم·عانت على مدى سنوات ولا تزال من ظروف سياسية وأمنية واقتصادية صعبة وتحديات بالقة الخطورة الأمر الذي يتطلب منها تفكيرا متزنا وعميقا لكيفية الخروض من الأزمات والصراعات الدائرة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي لا بد من حلها بتسوية عادلة ودائمة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية وخلق الفرص الاقتصادية الواعدة والمستدامة للشعب الفلسطيني الشقيق ومشاركته الفعلية في تنمية شاملة الأبعاد كما تم عرضه في مخرجات ورشة السلام من أجل الازدهار التي عقدت في مملكة البحرين في عام 2019 إضافة إلى ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية ومواصلة الدعم الإنساني والتنموي للشعب اليمن بروح تواقة للسلام والازدهار لسائر دول البنطقة وتحقيق الأمن والرخاء للبشرية بما يضمن لها الاستقرار والتقدم المستدام لامست كلمة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه في قمة جده للأمن والتنمية بما اجتملت عليه من مضامين سامية الواقع الدولي بكل تحدياته واستشرفت آفاق المستقبل في رؤية شاملة سلطت الضوء على طبيعة التحديات التي يمر بها العالم والمخاطر الناجمة عنها وما تستدعيه من حلول ناجعة كفيلة بترسيخ أسس التعاون البناء والمثمر وجسد تركيز جلالته على الإشارة إلى منطقة الشرق الأوسط وما تعانيه منذ سنوات من ظروف سياسية وأمنية واقتصادية صعبة مدى يقين جلالته بأن استثباب الأمن والاستقرار العالمي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا جرى الوصول إلى تسويات عادلة للقضايا والأزمات التي تمر بها هذه المنطقة ذات المكانة الاستراتيجية الدولية المهمة وفي هذا الصدد كدى جلالة الملك المعظم ما يده الله على ضرورة حل القضية الفلسطينية بتسوية عادلة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقا لحل الدولتين ومبادرة السلام العربية كما تم عرضه في مخرجات ورشة السلام من أجل الازدهار التي عقدت في مملكة البحرين في عام 2019 بالإضافة إلى ضرورة التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة اليمنية ومواصلة الدعم الإنساني والتنموي للشعب اليمني لقد شكلت كلمة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه قراءة حكيمة لطبيعة الأسباب الحقيقية لصراعات في المنطقة والآليات المطلوبة لحلها ومواجهتها وثقا لقواعد الشرعية والقانون الدولي